جاءت المنافسة من جديد واضح أن تكون سنة قوية مع سامسونج وجديدة جهازتهم وأيضاً هواوي والجديد من الـ P40 وبالتأكيد يمكن أن أبل هذه السنة تسبق الباقيين بمعالج محدد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول في التقنية والعلوم أبدأها مع التسريبات من مصنع هواوي واضح أنه قد يصنع قطاع للـ P40 برو هذه القطاع تؤكد أنه سيكون هناك ثلاث كاميرات موجودة خلفية مع نفس الـ P40 برو فقط ثلاث كاميرات أبداً ليس هذا الشيء مؤكد حالياً ولكن الذي تم تأكيده أن الكاميرات الموجودة في الموديل البارز سيكون منهم كاميرات عريضة وعريضة جداً ولكن التليفوتو ليس موجودة فيمكن أن الماكرو يتم التركيز عليه لقطات القمر نذكرها مع P30 فلماذا لا يكون الـ P40 يجلب لك زحل؟ لكن عندما يكون الـ P40 في لقطات القمر وأيضاً لقطات ماكرو هنا نعرف أن الوضع يمكن أن يكون جميل مع P40 والـ P40 برو حسب آخر التأكيدات التي كانت لدينا في ديسمبر مؤتمره سيكون في باريس في شهر ثلاثة إذن من الذي سيسبقهم في إطلاق جديده؟ سامسونج سامسونج ومؤتمرهم الذي تم إعلانه فيه 11 فبراير ما الذي نتوقعه؟ ثلاث أجهزة من سلسلة S20 خليفة S10 وأيضاً جهاز جديد خليفة الفولد يكون اسمه الفولد اثنين الفولد اثنين حسب التسريبات أيضاً سأرى أن هذه هي صحيحة سيكون فولد ولكن ليس بالطول للإنعفاض أو الطوية ستكون مثل مستوى الصدفة ونفس المبدأ الذي تم إعلانه في موتورولا مع جهازهم الرازر ولكن سلسلة S سيكون ثلاث أجهزة هل لديكم الـ S20 S20 Plus والـ S20 Plus Ultra؟ لماذا؟ الـ S20 Ultra هو خليفة S11 Plus هذا هو الأسلوب الجديد للتسمية والذي ضبط مع شركة أبل ستبدأ سامسونج يتبنيه مع الجوالات القادمة وهو شيء منطقي هل لم يختلف عليك شيء؟ لا، دعنا أوضح لكم الـ S10 العادي هو S20 Plus والـ S10 Plus هو الآن S20 Ultra هذا المفروض يحدث حسب التسريبات والتأكيد وأيضاً يحصل على آخر معالج من سامسونج وأكيد معالج كوالكوم يكون هو الأقوى من ناحية الأداء ولكن سامسونج لا تثبت معالجاتها والمعالجات التي تأتي مع هذه الأجهزة ستكون على منصة 7 نانومتر تم هندستها وبناءها فهنا نعرف أن أبل ستسبقهم بشيء ولكن سأذكر لكم بعد أن أكمل مع سامسونج لأنه في مؤتمر CES في فيغاس وأول مرة من 11 سنة لم أحضر هذا المؤتمر وقرارات 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 10 سنوات محتوى فقلت أن هذا المرة لا أحضر CES رغم الدعوات التي جاءت بفضل رب العالمين فهنا أقول أنه في CES أعلنت سامسونج عن الجهاز الجديد تلفزيون بالطول نعم، نتحدث عن سيرو سيرو هو التلفزيون المفروض يكون 8K كدقة وأيضاً يأخذ وضع العامودي كشاشة تضعه عندك في البيت ونوعاً ما كأنه ينقل لك شاشة الجهاز فالمحتوى الذي نرىه بشكل عامودي ستقدر تشاهده على نفس الشاشة بدقة 8K يجب أن نوضح أن الكثير من صناع المحتوى لا يضعوا محتوى فول اتش دي إذا كان عامودي أو حتى فور كي فما بالكم، عندما تطلع شاشات بهذا الأسلوب، تبدأ تعطينا المستوى الطولي هنا سامسونج لا أظن أنها تريد شاشات تبيعة وتفرد عضلاتها وتفرد قوتها لو بدأت من بداية السنة تطلع تقنيات الشاشة الجديدة تقنيات الماكرو LED تقنيات البازلس التي لا يوجد حواف في الشاشات وهذا الشيء الذي يعمل في CES سيقدروا يوعدهم بسنة جداً قوية على مبدأ الشاشات عالمياً وأيضاً يكون هم المزود للقطع والشاشات لكثير من الشركات فننتظر ونشوف وعلى سيرة الشاشات الحلقة الماضية سألتكم هل تضايقون من الدقة العالية الموجودة في المحتوى؟ صدقاً 73% منكم قالوا لا، لا نضايق ولكن 22% قالوا أحياناً فهنا 22% أأكد لكم يشوف المحتوى 4K أو Full HD 4K لماذا؟ لأن يبان معهم تفاصيل أكثر وثلاثة في المئة قالوا أبداً ما يضايقنا هذا الأمر فهنا أقول يمكن مع الـ 8K أيضاً تفتح لنا أبواب جديدة من ناحية المحتوى وهناك شيء لو لاحظتم في جميع أنواع المحتوى وصلنا إلى الزمن الذي يشعر أنه لا يوجد داعي هذا الشيء يركز عليه البرفكشن، الكمال فتلاقوا دائماً الممثلين والممثلات وأي واحد يطلع على مسلسل بالذات المسلسلات والأشياء الموجودة في المنطقة العربية وإيطالية والمكسيك وبعض الدول هنا تلاقوا المحتوى أو المسلسلات والأفلام والمحتوى الذي ينتج عندهم يوضح لك أن هناك كمال خارقة موجود في الشكل بالحواف والتحديد والدقن والميك أب عند البناء وشيء كامل رغم أن هناك كثير من الأنواع المحتوى بالذات الذي يأتي من الغرب لديهم عادي أن يكون لدينا شيء غير مكتمل يسموها في الجمال فالإمبرفكشن فالإمبرفكشن وعدم الكمال في نفس المظهر لأن كل واحد فينا يوجد نقص وعيب لماذا أضع أشياء ولا أغلص وجهي أو أضبط وجهي على أساس أن أظهر مرة خراءة وفي روعة شكلي على الشاشة فمنها تصبح الناس ترى هذا هو الكمال يجب أن أصبح كذلك أو عندي حب وعندي مشكلة فهذا الأمر الذي بدأ الغرب يتبعه أم المفروض أن يكون موجة ضخمة لدينا موجودة تحفز على هذا الأمر واذا رأيكم؟ اشتركوا في التقييم مبروك لنوار عدنان الخلف إبراهيم محمد إبراهيم محمد يحيى محمود أحمد وأيضاً سهند حسن محمد وسعود الجرجري مبروك لهم كلهم الذين فازوا بجوائز معنا نتكلم على عشر سنوات محتوى تخيلوا، دعونا أعطيكم بعض الأرقاب كان اليوتيوب لا يحسب الانطباعات بدأ في عام ٢٠١١٨ في حسبة الانطباعات يعني محتوى كم واحد شاهد الثم نيل الغلافة وشاهد منه على أقل كم ثانية كان الرقم الذي حققناه في نهاية ٢٠١١٨ حوالي ٩٢٠ مليون انطباع لا إله إلا الله، ما أقول الرقم هذا وصلنا إلى عام ٢٠١١ وجاءنا شهر سبتمبر عام ٢٠١١ من بدايته إلى شهر سبتمبر سبحان رب العالمين تعديت المليار انطباع والسنتين هذه كلها على بعض قدرنا نتعدى ٢٠٣ مليار انطباع وفقط أتكلم على عام ٢٠١١ إلى الحين أو ٢٠١١ حتى سبحان رب العالمين وكرمه وأبسط الأشياء اللي قدر أسويها ٣١ آيفون في شهر يناير كل يوم على أحد المنصات والله يبارك لكم أجمعين يا رب العالمين انفيديا كالعادة تبدأ سنتها بتقنيات جديدة وأعلنت عن قدرتها بالجي سينك اللي موجود عندهم بشاشات تدعم ٣٦٠ هرتز ونعم، أيسوس أول الناس اللي بدأوا يطبقوا الجي سينك ٣٦٠ هرتز وخصصوا للإي سبورتز وشاشات جديدة هذه الشاشات تدعم التردد العالي جداً من يحتاج التردد؟ الناس اللي بالفعل احترافين باللعب ويلعب وألعاب متطورة جداً نتكلم عن الألعاب تستخدم في الإي سبورتز زي فيفا، زي الفورتنايت، زي الأشياء اللي في الإي سبورتز أي لعبة من اللي تشاهفينها أمامكم على القائمة هذه الألعاب تحتاج أنه فريم فريم يكون الوضع دقيق وصورة ممتازة وأيضاً، الارتداد حق الصور ومعالجتها يكون جداً ممتاز فهذا الشيء الذي قادر تدعمه جي سينك وعرفون أن شركة جي سينك دائماً دائماً لللاعبين غلاف حماية الشاشة يمكن أن شاومي مي تن يمكن أن يكون أقرب للواقع وأيضاً متوقع من شركة شاومي تعلن عن المي تن والمي تن برو في الـ MWC موبايل وولد كونغرس وهو مجلس الجوالات العالمي هذا المؤتمر الذي يحدث في برشلولا نهاية شهر فبراير بإذن واحد أحد هذا المؤتمر كبار الشركات كانت تعلن في أجهزتها أخر كم سنة الشركات الصينية تبين قدراتها فمنهم شركة شاومي فالمي تن والمي تن برو يمكن أن يحصلوا على شاشة كاملة حسب هذا التسريب وأيضاً الشاشة الكاملة لن يكون فيها أي فتحة للكاميرا فهي ستكون الكاميرا خلف الشاشة أو ستكون ببرواز موجود علوي مدمجة في نفس البرواز ننتظر ونرى شاومي تن والتن برو سيكون شكلهم بإذن الله الشركة الثانية الصينية في الام دابلي سي دائماً تطلعنا شيء جديد من الماضي نتكلم عن جوالات الريترو التي تطلع فيها نوكيا فهذه السنة أيضاً متوقع أن ينزلوا بأحد هذه الأجهزة في أحد التغريدات في أحد الأشخاص الموجودين في نوكيا بيّن أن هناك شيء قديم سيعاد إحياءه مع إنتاجهم والذي سيعلن في MWC ويمكن يكون الإعلان على نهاية يناير فجأة من دون أي كلام إلى الحين وجدنا أي مؤتمر أو أي كلام من نوكيا ولكن إذا أصبح مؤتمر عادتهم لا ندري عنه عندما يخلص المؤتمر وكل شيء طبيعي يصبح الوضع آخر سنتين مع نوكيا شركة TSMC المصنعة للمعالجات ستبدأ قريباً بتصنيع المعالجات الجديدة التي ستوضع في نفس الآيفونات القادمة الآيفونات القادمة نهاية السنة وليست الآيفونات القادمة في منتصف العام المعالجات التي ستكون فيها هي A13 Bionic معالجات من نفس شركة أبل تمهندستها مع نفس المصنعين ولكن المعالجات التي ستحدث عنها على منصة 5 نانومتر ستكون الأولى في السوق مبنية على هذه المنصة بقدرات أعلى في الذكاء الإصطناعي بقدرات أعلى من ناحية توفير الطاقة وأيضاً بأداء أعلى من ناحية معالجة الرسوميات والبيانات وهنا نرى هذه الجوالات لو بدأت الشركة بتصنيع المعالجات هذه سيكون ثلاثين إنتاجهم فقط هذه المعالجات لكي يكفي إلى نهاية السنة يكون هناك إنتاجية الضخمة التي تكفي الجوالات التي ستصدر على شهر سبتمبر أو أكتوبر أذكر بالخط الزمني لشركة أبل سنوياً منتصف السنة يكون مؤتمر المطورين نتحدث عن WWDC هذا المؤتمر يخصص للمطورين جديد التطبيقات جديد منظومة التطبيقات والإيكو سيستم كامل الذي موجود عن شركة أبل وأيضاً يتم الإعلان هذه السنة يتم إعلان الجوال الجديد من الفئة المتوسطة خليفة S.E وأيضاً سيعلن بعض الأجهزة الأخرى في هذا المؤتمر والخط الزمني يؤكد لنا نهاية السنة المؤتمر الأساسي لشركة أبل الذي من خلاله يعلنوا على جديدهم من الآيفون 8 والخط الزمني يؤكد لنا في شهر سبتمبر إعلان الآيفون 12 وهنا الخطوة الكبرى في انتقال أبل للفايف جي إن صحت التخمينات وأيضاً الشاشات بأسلوب مختلف عن وجود البزل العلوي وجود الجزئية المأكولة في نفس الشاشة فننتظر ونشوف وما يحدث عندما أحد أبنائك يبلع سماعة AirPods بلاء واحدة وما بلاء ثانية أحد الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية وجودت أمه بحالة إلى نفس الشاشة وما سيحدث لو تم بلع أحد سماعات AirPods من أحد الأطفال مرت أم بحالة هذه الحالة ونتحدث عن أحد الأمهات في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدما أهدوا ولدهم بموسم العياد أيضاً أيضاً يشبك على نفس الأيربودز الموجودة الآن ويشغل لي أغاني ويشغل لي شيء وينفضح أمري فهنا الأم أخذته على غرفة الطوارئ الشيء الرائق أو ليس رائق طبعاً ألف سلامتوا ولكن الشيء الرائق أن الدكتور عندما قال له ولدي بلع أيربودز قال ما هي أيربودز؟ فلما شرحوا له ووضحوا له من خلال الطقم الثاني والحبة الثانية التي لم يبلعها أو يمكن أن يبلعوا ووضحوا للطريقة الدكتور نفسه قال ما عندكم أي مشكلة شرحوا التقنية أو شرحوا الأسلوب فقال إن شاء الله سيأتي الجسم بشكل طبيعي فقالوا أشعة الأشعة التي ترونها والأيربودز موجودة داخلها الاقتران لم يكن ممتاز ولماذا يمكنني عن نكة البايخة في الحلقة أنا أعاسم الدكتور نفسه نصح بأنه الانتظار والتريث وبعدها سيجدون أن نفسها طبيعي طلعت من الجسم الشكل والحجم حق الأيربودز كأنها قطعة ثوم وعليها أنتنة فهذا أن ستطلع من الجسم بشكل طبيعي الجسم لا يعرف هضمها وسيطلعها بإذن واحد أحد هنا نقول إذا صار لك نفس الأمر أو لا عشان تحموا نفسكم من أن نصير لكم نفس الأمر واحد عمروا سبع سنين وتعطوهم أيربودز وتعطوهم آيفون ؟ بلاش لا تعطوهم أيربودز الآن كل المطفال يكرهوني في العالم رحل الخبر الذي بعده نتحدث عن الحرائق والمأساة التي تحدث في أستراليا أول شيء للتوضيح لماذا نستطيع حرائق ونحن نفس الشتاء؟ أستراليا الجهة الثانية من كوكب الأرض نتحدث عن فصل الصيف تقريباً من نوفمبر إلى فبراير وفصل الصيف هذا يأتي مع بعض مشاكل الحرائق بالفعل في نوفمبر بدأت بعض الحرائق وبدأت تنتشر بشكل غير متوقع وبشكل غريب لأول مرة حققوا أرقام قياسية في عدد الحرائق ومتد هذا الأمر إلى شهر ديسمبر للأسف واستمرت الحرائق في شهر ديسمبر بشكل كبير والصور الذي ترونها لمأساة ضخمة تمر عليها قارة أستراليا نتحدث عن أكثر من 18 شخص رسمياً تم وفاتهم آلاف الناس تم تهجيرهم وأيضاً نتحدث عن مخلوقات يتعدوا الملايين تم قتلهم أو ماتوا مع هذه الحرائق من سكان الغابات، الحيوانات، الحشرات الكائنات الحقيقية البشرية وأيضاً كمية التلوث التي قدروا أن يصلوا لها في أستراليا العاصمة نفسها التي وصلت لهم نفس الحرائق نتحدث عن 26 ضعف المستوى السام من الحرائق وهنا نتحدث عن مأساة قارة أستراليا الله يعين كل البشر الموجودين ويقومون بمآسي من هذا النوع الشيء الوحيد الذي علينا أن نحرص عليه أن الأمر لا يتفاقم نكون واعيين نحمي بيئتنا الله يارب العالمين يلطف فيهم والشيء الثاني أنه في شهر يناير سيستمر الوضع لأنه سنوياً نهاية يناير هي قمة مشاكل الحرائق في أستراليا فتخيلوا لو الأمر حالياً في بداية يناير بهذا السوء فعلى الأقل الواحد يتابع ويتعظ والله رب العالمين يفرجها علينا وعليهم بإذن واحد تخيلوا حجم الحرائق بحجم بلجيكا الدولة كاملة حجم الأماكن التي مرت عليها الحرائق الله يعيني يا رب العالمين نهاية الحلقة وكل حلقة أتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد لا ننسى أيضاً شاركوا في عشر سنوات محتوى الله يبارك لكم يا رب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك أراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة سبحانك اللهم سبحانك اللهم